اخي شامي متل ما بتعرف انه احنا عايشين بعصر يسمى العصر الذهبة للكرازي نعم اليوم كلمة رب عم تصل لكل انحاء العالم متل ما بتعرف انا الي 38 سنة بكرز بالكلمة نعم يعني يمكن اكبر من عمرك فيعني اللي كان عمره 20 سنة اليوم عمره 58 سنة وشفنا مئات الالاف اللي اجت للمسيح نعم وطبعا يعني هذا برنامج واحد فانت تخيل كم الهائل من القنوات الفضائية صحيح والانلاين والسوشال ميديا نعم في اعداد غفيرة لكن حتى في العالم العربي في عادات وثقافات واكيد انت بتتعامل صحيح مع كل الخلفيات شاركنا انت كيف ممكن الشخص العابر بغض النظر من شمال افريقيا والشرق الاوسط كيف يتأقلم مع الحياة الكنسية او الانجيل توصد ان هو زي يفهم يفهم الانجيل او يفهم الحياة الكنسية العابر هو الشيء الاساسي بحياته في بداية علاقته عشان يفهم يقدر يندمج في الكنيسة محتاج الاول يقرب من المسيح يقرب من كلمة الرابع لان الصعوبة صعوبة الفهم بتاعنا لان احنا فهمين ان لازم يكون الانجيل ده كلام زي الكرآن كلام بالطريقة اللي مكتوب فيها الكرآن طبعا دي مش مزبوطة فقربنا من الكلمة وقرائتنا للكلمة هتسهل موضوع دخلنا من الباب ان احنا نخش من الباب للكنيسة بس طبعا فيه تحديات كتير ان انا قادر اندمج في الكنيسة ان انا اجي الكنيسة مش بالمفهوم اللي انا كنت عايشه قبل كده بالمفهوم ان انا جاي على جسد جاي على جسد المسيح جاي على عيلة وقرب من العيلة ده هيخليني يدوبني في شخصية المسيح ويخليني اقرب من اخواتي على العيلة الجديدة اللي انا جاي عليها اشتركوا في القناة